اشتركوا في القناة واليوم سنتحدث عن المقدرات في العراق بطريقة أخرى لأن صدرة احصائية من وزارة الداخلية الحائلية قبل أيام تقول أن عدد الملقى عليهم القبض خلال هذا العام يعني خلال الأشهر العشرة الماضية من هذه السنة بتهمة حيازة المواد المخدرة بلغ 17249 عراقي وأن حجم ما بضبطه معهم بلغ 3 أطنان ونصف الطن من المخدرات الله أكبر إضافة إلى ضبط 15 طن من المؤثرات العقلية طبعاً هاي المؤثرات العقلية حبوه وما شابه وأبر وما عرف شينية وتحدثت وزارة الداخلية أيضاً أن هناك تعاون بينها وبين وزارة الصحة وتنسيق بيناتهم أنه ملف التعامل مع المتعاطين وليجري وضعهم في المصحات حتى بقسرية يعني لأنه إحنا نحب مواطنينا ونقاف عليهم ومعالجتهم من خلال الأطباء واللجان الطبية أنا سأتوقف عند هذه النقطة الأخيرة وأنتقل إلى النقاط الأخرى أعود مرة أخرى لبداية الخبر هي وين أساساً هذه المصحات واللجان والطباء الذي يتحدث عنهم واللجان الطبي هذه المصحات الخاصة بالمتعاطين المخدرات في العراق اللي قل لنا إحنا ما عدنا غير مستشفى أو مستشفتين للأمراض العقلية مستشفيات سيئة جداً من أسوأ المستشفيات الرشاد ومعرف من هي ممكن كل العراق كله ولدينا أحصائية أن كل طبيب نفسي في العراق يعني يرعى عشرة آلاف عراقي عليها أن يرعى عشرة آلاف وانصا يرعى في كل دول الدنيا طبيب النفسي إلى 600-500 مواطن يرعاهم ألف مواطن إحنا الطبيب النفسي عشرة آلاف ويجوز أكثر وجوز 15-020 اللي في أحصائية من الدولة ربما كذب العدد أكبر بكثير مثلما كذب يلقى القبض على 17-1249 متعاطين وثلاث أطنان من الجسمة و15 طن من المؤثرات العقلية لأن العراق مليان بالمخدرات غرق بالمخدرات مع الأسف الشديد فاين هذه اللجانة الطبية ووين هذه المعالجات؟ هذه معالجات نفسية ومعالجات خاصة ومستشفيات لها قياسات خاصة ورؤية خاصة وعطر خاصة ورعاية خاصة وين موجودة بالعراقي؟ المستشفيات العادية للطبابة العادية غير موجودة أنه مستشفيات متخصصة بالمتعاطين وبعلم النفس وبها طباء نفسيين وبها معالجين هذه كذبة كبيرة هذه الكذبة الكبيرة التي يعني الطفل ما يصدقها وين هذا الموضوع؟ وين هاي اللجانة الطبية؟ وين هؤلاء اللجانة؟ بالعملية السياسية تحدثون كثيرين كثيرين وراجعوا كل التصريحات يقولون أن القوى الأمنية كثير من القوى الأمنية هي من تتعامل والقوى الميليشياوية هي من تتعامل بهذه المخدرات فلن شون تنقلل العراق هذه؟ ما عندنا 17 مدر 14 مدر 17 جهاز أمني وجيش عرام رام وشرطة وأمن وجيش وشي سموه هذا الحجد الشعبي الله يتشرم وكله طيب شون تدخل هذه المخدرات؟ شون تدخل العراق؟ أخوة ما تطير ببراشوتة تجينا تدخل عن طريق الحدود ليش العراق صار بعد أن كان بشهادة الأمم المتحدة خال من الدول الخالية نهائيا الرقم واحد من أي المخدرات بالعالم داك نظام ديكتاتوري غير ديكتاتوري ملكي جمهوري داك إن العراق كان خالي هذا واقع الحال الآن العراق مو بس ممر للمخدرات الآن يزرع ويصنع ويصدر مخدرات ويتاجر بها المخدرات وصلت إلى المدارس البنات إلى المدارس الابتدائية حبوب يتعاطوها الجميع مع الأسف الشديد هذا المجتمع العراقي الجميل الرائع تقتلوه بهذه السموم لماذا؟ لماذا هذه السموم؟ لماذا تدفع أهل العراق بهذا الطريق؟ لماذا؟ لماذا تدفعون العراقين إلى الانتحار؟ ينتحرون عقليا وروحيا وفكريا وقوى؟ لماذا؟ هل مطلوب أن العراق يبقى مخدر العراقي لا يعرف مصيره ولا يعرف اتجاهه؟ هذا المطلوب لذلك تحكمون ولذلك الأزمات قائمة منذ عام 2003 لحد الآن من أزمة إلى أزمة من أزمة إلى أزمة حتى المواطن العراقي لا يعرف طريقة لا يعرف بوصلة مالكة ما يعرفها ما يعرف اتجاهات البوصلة هذا واقع العالم شنو 15 طن من المؤثرات العقلية خلال 10 تشهر شنو 15 طن هنا هنا 15 طن وانتوا تتحدثون يمكن العدد الضربة بخمس الضربة بعشر عشر عشر من أين دول قامت قامت تتحاق العراق بهاي مطارات يفتشون مئة مرة لأنه يصورون كل العراقي يشائلين مخدرات وين وصلتوا العراق؟ لأي لهي مستوى؟ تحدثوني عن تعاون بين وزارة الداخلية والصحة يفحص الجسمة ولجان طبية يا لجان طبية ومستشفيات يا مراكز صحية الكثبة شنو؟ على من تكذبون؟ ومن هو المسؤول عن دخول المخدرات إلى العراق؟ لماذا العراق صار ساعة؟ وهذا السؤال الأساسي لماذا العراق صار ساعة أساسية للمخدرات؟ يعني من خطط لهذا الموضوع؟ لماذا؟ خلي قلونا ويجاوبوني ذول النشامة النواطير اللي يقولون إحنا حمينا العراق وبنينا شون بنوا هذا الوضع؟ ما بدأ؟ هو هذا البناء إذا كان البناء بهذا الشكل فهذا هم نجحوا في البناء فعلا نجحوا اللي يتحدث عننا هذه العامرة في البناء والحماية حموا العراقين من أن لا يبقوا من أن لا يبقوا يعني تأتب قصيرتهم نظيفة لا يجب أن يلوثوا بالمخدرات وغيرها وغيرها والقتل والدمار وفتحوا الحجود عمام بقول مخدرات وغيرها والميليشيات والفوضى والخراب والدمار نعم هذا صحيح كله صحيح وانتهت التعليم وانتهت الصناعة والرعاية الصحية والزراعة والخدمات والمجتمع موزق وجزر متباعدة تتكلم بلغات مختلفة والبوصلة للعراقيين ملايين البوصلات ما تدري وين اتجاه العراقيين والكل يتحدث بالوطنية وهذه الانتخابات وشعارات وطنية يقرأ الشعارات اللي موجودة بالشوارع ونشوف الشعارات من بغداد واخذها للبصرة واصعد من هناك واخذ للرمادية واخذ الديالة واخذ لكل مكان ستجد الشعارات في كل مكان وبالموصل وما بالوين شعارات غريبة عجيبة تتحدث عن الوطنية والاخلاص للعراق وكلهم ليس لهم علاقة لا بالوطنية والاخلاص ولا بالامانة ولا بالنزاحة وايديهم ملوثة بالدماء والمال والخراب هذه الكارثة الكبيرة عموما يعني لا نقول الا يعني لكم الله يا أهل العراق الحقيقة عندما تصل المخدرات إلى المدارس الابتدائية ومدارس البنات وتوزع مثل الخبز والماء غريبة عجيبة هذه غريبة في بلد كان خال من كل هذه خال من الأمراض وخال من العقد بهذه الطريقة مع الأسف الشديد وقت هذه الحلقة قد انتهى عزيزي المشاهدين أترككم بخير ولتقيكم في حلقة أخرى لذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة